أستاذ عسام خليني أبدأ مع حضراتكم وكلامنا عن منتخب مصر وعشر نقاط في هذه المجموعة الأولى أو المجموعة اللي بتصدر فيها منتخبنا الوطني كل الفرق أو كل المتخبات اللي موجودة فيه وبالتالي عشر نقاط اللي بعدك ست نقاط بغض النظر عن الأسماء شايف الفترة أو بداية كابتن حسام حسن إزاي؟ أنا أقولك كابتن حسام لسه ما بدأش لأنه لما كابتن حسام يعني يروح في سكة يا جماعة فراحه وكذا خفف على نفسك اللود أنت عندك حوالي 200 حاجة وتمانين يوم قادمين ممكن تكون جمعت الفريق شفت في أجندتك ومعاونيك طبعاً وكلهم ناس محترفة ومحترمة أفضل ما هو متاح لكن أنت كحسام حسن تعي تماماً ما حاجب يغير التكتيك وسيستم أي فريق في الدنيا سريعاً مارش يعني وبالتالي في اللي جاي وده اللي كنت يعني حابب أقول أن الكابتن حسام كان لازم يطمن الناس بلا أنه عارف أنه هيعمل كده يشتغل بقى على معدلات العمر مين متكمل معاً إن شاء الله لأنه أنا يعني تسع مقاعد ونص مقاعد ما فيش حد يبقى يعني بيشك في الحكاية دي بقى يعني إلا بقى لو إعمل كراويه قامت وقاله ما فيش كاس عالم وبالتالي مرحلة بقى اللي جاي إزاي هيقدر يخلي المنتخب بقدر أسماء لعبية ووجوده يقدم كرة فيها بقى هذا الفخر الكراوي لينا خاصة أنه كمان عنده أمم أفريقيا وبالتالي محكات كثيرة جداً وفترة مهمة وأيام الأجندة لازم يلاقي النفس ومساحة فيها في الأجندة بالضبط ويعمل جدول لمباريات من العرض الثقيل طبعاً إن أمكن إنما ما يفوتهاش لأنه كل اللي أنت عايزه كابتن حسام في اللي جاي إزاي تطبق قواعد تواصل الأجيال معاك مع التيم بخبرة بنفس تكوينة أي فريق خبرة وسط شباب ثم تذهب وفوراً نحو المنتخب الأولمبي وتلحق لنا منه لعيبة علشان فعلاً يبقى في وجودك أنت بإذن الله تبقى روح تكالس العالم لعباً ومدرباً يعني صحيح مش أي حد بيروح المساحة دي ما شاء الله أنا بقول 280 يوم أو يعني الغد شهر أغسط أعتقد أو 9 لا مساحة جيدة وأنا أعتبر أنه لملمت أوراق حسام السريعة مع الماتشين اللي لعبوا من رسمي طبعاً لا لازال مستنين منه تاني أنا شكراً كابتن قطاعنا شهود كبير جداً خاصة بعد تعصر بوركينا فاسو كالناس كلها بعد التعادل أمام غينيا توقعنا الموضوع يتصعب علينا ونروح مع بوركينا لحزب بيرما بأزا ما بيقوله لكن التعادل سيريليون مع بوركينا فاسو يعني قربنا خطور بمنتدى غريبة برضو خلينا أتفاكت على ماتشو أتفاكت على شوية يعني 2-0 بعد كده بيرجعوا في بداية شهود 2-0 ويكسبوا مثلاً في الشهود الأول كتير كسبوا 20 الشهود الثاني الشهود غريب الشهود الثاني سيريليون بتجيب جن في بداية شهود الثاني وفي الديها 88 بيجيبوا الهدف الثاني من تصويبها فبيتعدلوا فبيدونا الأمل تاني أنا شايف منتخب مصر في مباراتي بوركينا وغينيا لعبنا شهود وشهود ماتش بوركينا لعبنا شهود الأول كويس جداً بدأنا بداية أكثر من رائعة سجلنا هدفين الأمور كانت في المتناول كنا ممكن نسجل أكتر من هدف الشهود الثاني معرفش تراجعنا ليه بالرغم من أننا مفروض نزدين مستريحين ماتش غينيا برضو شهود الأولاني يعتبر كنا بعيد جداً ودينا غينيا مساحة أنها تسجل وأنها تكسب ثقة على حسابنا في شهود الأول تغييرت إمام عشور في الماتش الثاني في شهود الثاني من كابتر حسام يمكن غيرت من شكل المبراش وهي وقدرنا نرجع عن طريق الهدف سجله صلاح فأنا شايف إحنا قدامنا كابتن فرصة عظيمة جداً أننا ربنا يكرمنا ونصعد ليه كس العالم خاصة أننا الفرق اللي معنا في المجموعة مفيش فريق فيهم بيلعب على ملعابه وكابتن صحيح يعني أنت هترجع في شهر مارس وأنت هترجع في شهر مارس هتلعب أسيوبيا وهتلعب سيرليون بتاقلي أو جيبوتي يعني كان معايا الجدول الجدول آه في شهر مارس عندنا مطشين هنلاعب آه سيرليون هتلعب أسيوبيا بره في شهر مارس وبعد كده اللعب سيرليون في الجولة السادسة هنا في مصر وبعد كده نخرج لي أسيوبيا أو نلعب أسيوبيا في مصر وبعد كده نخرج لي بوركينا فاسو ده في سبتمبر إن شاء الله ربنا يا كريمنا في مطش بوركينا فاسو لو قدرنا نعمل نتيجة جبية وبوركينا بتلعب مرة لعبه في المغرب ومرة لعبه في مالي وخارين ملعبين بالضبط ومرة بيلعبه في مالي ففي كل الأحوال مش هلعبوا على ملعبهم نفس الكلام أسيوبيا بتلعبش على ملعبها نفس الكلام جيبوتي بتلعبش على مالي ففرصة عظيمة جدا أن احنا نحسن من بدري ولو ربنا كرمنا وكسبنا المطشين الجينيين وبوركينا تعصرت في أي مباراة أتوقع أن احنا نصعب بسهول هنا كابتن لازم نشتغل أنت دلوقتي بتتكلم في 9 شهور يعني أول مباراة المنتخب مصر تصفيات كس العالم قدام أسيوبيا بعد 9 شهور لو تفتكر كابتن كنا نتكلم من قبل ما التصفيات تبدأ أن دايما المشكلة الأزلية أو الأبدال اللي بتقابلنا أن احنا على مدار التصفيات سعب بنبدأ كويس مع طول التصفيات كنا بنفقد لعبة مهمة كان فيه لعبة مستوى بتراجع كان فيه تغييرات بتحصل فكنا بنقع في بعض المطشات السهلة أتمنى أن الكابتن وحسام خلال 9 شهور دول يجهز لعبة تقدر تبقى معاه فترة طويلة يتابع اللعبة الصغيرة بتاعت المنتخب الأولمبي يصعد بالضبط يصعد منهم لعبة يبقوا معاه صف تاني أو يشرك منهم مجموعة في المطشات عشان الاستمرارية من هنا الـ 26 فيه لعبة ممكن تكون معاك في الفرقة كبرت أو فيه لعبة مطالة أو فيه لعبة لا قدر الله في إصابة يبقى عندك اللعبة الصغيرة تقدر تعمل معاك الاستمرارية سواء فيه كاس العالم بإذن الله في حارة الصعود أو فيه بطولة أمم أفريقيا ترجمة نانسي قنقر